ترجمة نانسي قنقر يتسم التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بالقوة وثبات المواقف وتناغمها رؤية موحدة حول التحديات والفرص، مصير مشترك ومستقبل يؤمن البلدان بإمكانية التشارك في صياغته إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي يعد نقلة كبيرة متميزة في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين فهو من جانب يؤكد على ثبات المراحل السابقة في تعاون البلدين ويضع من جانب آخر أسس مستقبل التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعسكرية والأمنية بالإضافة إلى متابعة مراحل العمل في جميع المشاريع والمبادرات المشتركة بما يعبر عن حقيقة أواصر العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين يتفرع عن المجلس عدد من اللجان المتخصصة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس وسيكون دور هذه اللجان النظر فيما يخصها من جوانب التعاون والتكامل المشترك ومتابعة التنفيذ وتقديم التصورات والمقترحات لتعزيز التقدم الحاصل للانتقال بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب من العمل المؤسسي بما يضمه من اقتراحات وبنا تحتية ومتابعة وتقييم وتطوير تم وضع آلي لعمل المجلس التنسيق لذلك عوجه التعاون في جميع المجالات بين البلدين حيث سيتفرع عنه عادة من اللجان التنسيقية المتخصصة في جميع المجالات وتضم هذه اللجان جميع الوزارات واللجان المعنية في البلدين كل من في اختفاصه بغية تحقيق الأحداث السامية التي أثث عليها هذا المجلس يعبر إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي عن رغبة وإصرار صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين على ترسيخ دعائم قوية لانطلاقة متجددة ومتميزة بين البلدين الشقيقين حيث يقدم المجلس الكثير من الفرص ليساهم في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي ويتولى مهمة الإشراف والمتابعة والتنسيق لضمان تنفيذ المقترحات والمشاريع وتطويرها لتتماشى مع العلاقات الناهضة بين المملكتين الشقيقتين